بسم الله الرحمن الرحيم برحب بحضراتكم بنقابل في حياتنا نوعيات مختلفة من البشر والأشخاص فيهم اللي بيتفهم ويعذر ويقدر مشاعرك ويفهم الإحساس وفيه اللي بيستنالك غلطة أو هفوة ويهاجم بكل حماس ولو مرة قلطت في حقهم ما عندهمش مساحة للتسامح من الأساس دايما المستعدين في كل لحظة للنقد والهجوم عليك والإفتراس هم دول بقى اللي قال علهم الرسول عليها أفضل الصلاة والسلام أشر الناس يا ترى موصفاتهم إيه وإزاي ممكن نتعامل معاهم وليه تم وصفهم بأشر الناس ده اللي هنقوله النهاردة وهنعرفه إن شاء الله مع فضلت الشيخ الدكتور مصطفى عبد السلام إمام وخطيب مسجد سيدنا عمرو ابن العاص وإن شاء الله في انتظار تليفونية حضرتكم وأسئلتكم فضلت الشيخ سلام عليكم أهلا بحضرتكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا يا سيزة لميا وأهلا وسهلا بالسادة المشاهدين لما نقول أشر الناس أو تسمع الجملة تتخض كده وتقول أعوذ بالله تقيلة وصعبة قوي 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 صحيح وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله شهادة نحيا بها ونموت عليها ونلقى الله بها وبعد والسلام يا زي ما في ناس حلوة في ناس وحشة طبعا زي ما في ناس فيها خير في ناس فيها شر ما فيش حد كله شر وما فيش حد كله خير بالضبط زي ما في ناس عارفة ربنا في ناس ما تعرفش ربنا أصلا علشان كده سبنا النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم كلمنا عن مجموعة أشخاص وسماهم بهذا الوسهام البشع أشر الناس آه احنا فيه ناس منفقة ماشي فيه ناس كذابة ماشي فيه ناس مغتابة ماشي فيه ناس نمامة ماشي لكن أشر الناس ده وصف رهيب جدا صعب قوي وصعب جدا بزرع لذلك أول واحد هيقابلنا اللي تكلم عنه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وقال عنه إنه شر الناس أبو الشين الشخص أبو الشين سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال عنه أنه هو أشر الناس الحديث حضرتك في صحيح البخاري ومسلم إن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أشر الناس ذو الوجهين أو ذو الوجهين في صفة من الصفات بالضبط الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه خلينا أقول لحضرتك الناس دي إحنا بنقابلهم كتير أو في حياتنا للبنهار إحنا بنقابلهم يقابلك كأنه حبيبك وإنت عارف أنه يتكلم عليك من وراء ظهرك أيوة أهلا وسهلا نورتني وشرفتني وحشتني وضيفك ويعود معاك ويستقبلك يقول لك ده أنت أحسن كابتن في الدنيا كلها أنت أحسن دكتور شفتو أنت أحسن أخ هو فيه أخ زيك هو فيه صاحب زيك يقول فيك شعر ده وجه هذا وجه مجرد بس ما تطلع من عنده يطعنك بمية سكينة في ظهرك ده لسه أعدتك ما بردتش مكان الكرسي بتاعك لسه لسه ما بردتش ويطعنك ويتكلم بقى عنك كلام سيء وكلام لا يرضي الله وكلام لا يرضي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلع فيك القط الفاطس زي ما بيقولوا سبحان الله العظيم يا أخي طب أنت لسه من شوية كنت بتتكلم عنه كلام كويس ما الذي غير هذا علشان كده سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم قال بأن ذا الوجهين شخص لا ينبغي لذي الوجهين أن يؤتمن هو شخص غير أمين بالمرة ما هو دا برضو داخل فيه النفاق على فكرة بالزبط وهو منافق بالزبط ولذلك النفاق قاله إيه هو أن تظهر خلافة ما تبطن جواك حاجة وبتطلع لنا حاجة تانية خالص ذا الوجهين هو بيشوفك بوجه طيب بوجه حسن يقبلك يضحك معك يهزر معك ومن وراء ظهرك يطعنك لذلك عقوبته في الشرق شديدة جدا سيدنا الحبيب عليه الصلاة والسلام في حديث سيدنا عمار بن ياسر والرواية في مسند الإمام الترميسي قال إن عقوبة ذا الوجهين أنه يأتي يوم القيامة أنا أول مرة أسمع العقوبة دي فأنا يعني أنا أول مرة بصراحة أعرف أن في عقوبة بالشكل دا يوم القيامة لبوشين دا اللي تعبنا في حياتنا قال صلى الله عليه وسلم أن ذا الوجهين يأتي يوم القيامة وله لسانان من نار يعذب بهما تخيلي بقى حضرتك العلماء يقولوا علشان كان لي وشين فالجزاء من جنس العمل يجي يوم القيامة ليه لسانين حضرتك من نار تخيلي حد فيه لسان ولسان من نار والعياذ بالله دا حياته عاملة ازاي دا دنيته عاملة ازاي وضعه عاملة ازاي دا إحنا لو طلع لنا فسفوسة في اللسة أنت ما بتعرفش تنام دا حضرتك عشتين طيب لسانين من نار يوم القيامة لصاحب الوجهين لأنه كان في الدنيا بوجهين يعاملوا هذا بوجه ويعاملوا هذا بوجه بعدين يقول لك ايه تعود مع دول يمدحوا في دول أو يسبوا في دول تعود مع دول يسبوا في دول دول ودول يتقابلوا يبصوا يحضروا بعض ما أنت ما بقيتش فاهم حاجة واحي انت مش فاهم يا جماعة هو أنا يعني كنت قعد معاك من شوية بتزم فيه وقعدت معاك لقيتك بتزم فيه قابلتوا بعض خدتوا بعض بالحب ما أنتوا بتحيروني أنتوا كده حيرتوني لذلك المسلم لا بد أن يكون واضحا وأن يكون صريحا وأن يكون جليا وأن يكون بوجه واحد وأن يظهر ما في داخله لا يمكن للمسلم الحق أن يتلون ساعات كده وانت قعد فوص الناس حس أن انت بتتفرج على مصرحية يعني المشهد اللي حضرتك شرحته ده ده احنا بنقابله كتير جدا في حياتنا يعني صحيح تلاقي مجموعات مختلفة ودول بيتكلموا على دول ودول بيقومون أسوأ الحاجات اللي في الدنيا اللي الواحد يعني قبلها على مدار حياته أنك تلاقي أشخاص بيدخلوا بيوت بعض وخرجوا يتكلموا على بعض ويرجعوا تاني يدخلوا بيوت بعض ويرجعوا تاني يتكلموا على بعض ويتكلموا على أسرار البيوت ودي كمان أعتقد أنها موضوع صعب جدا خلينا أخذ التليفون مدام راشب مدام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أنا شايد أقول لحريك أنا مصطقة دي والله يا أستاذ علامي نورتينا أنا والله مش مصدقنا أنا بأكلمك والله نورتي الدنيا أهلا وسهلا وقال في الحمد لله على سلامة حضرتك أمين يا رب ربنا يخليك وبعتبرك أختي لي وعلى راس إذا بعثت لحضرتك رسالة يعني جاء متأخر من والدي والدتي الله يرحمهم كانوا بيحبوا حضرتك جدا يا حبيبتي وكانوا بيحبوا تفاروك على حريك جدا بحبوك جدا جدا الله يرحمهم ويغفر لهم يا رب يا رب يا رب أمين يا رب أمين يا رب أنا مرتبكة بس على مهلك خالص إحنا سمعينك أنا طبعا بواجهة تحية لفضيلة الدكتور مصطفى ومنور حضرتك الحلقة النهاردة يعني مثل واحد شوية بنقابل للناس دي طبعا إزاي نتقل يشرهم أنا من نوعية إن أنا بحث نظام جامد قوي قوي يعني ودايما حتى مسممين يعني بيتلقوا علي إن أنا ببرر للناس كل حاجة ولو حتى حف إن في حد مثلا بيتكلم علي يعني أقول لي يعني سيبرر بنا يعني هل تطح هل ده غلط هل أنا لما ببرر كتير ده ده غلط يعني بحث نظن دائما الحمد لله يعني وأنا شايفها نعمة أيوه طبعا حتى فيه اختلاف مع زوجي وأولادي في الحتة دي دايما يقوليني لا ما تسلميش قوي للناس بس أنا حتى أن بقى عند ربنا طب أنت اتعرضتي المعاقف زي ما احنا بنتكلم من عارضة جدا في الحلقة يعني دايما أبرر لناس يا أستاذة لمية حتى لو حد يحث أنه أكلم علي يعني أقول لا يعني لا لا ما كانش أصده دايما أقول كده فهل ده غلط أن أنا أفضل حتى لو أحث أن في حد أتكلم علي بأقول لا لا أكيد مش أصده دايما يعني حث أن الضمن عندي موجود بتفتاري دايما حسن الني دايما دايما وحشان عارفة ليه حضرتك حشان ما زعلش من فلان ما زعلش من أستاذة لمية أنها قلت علي أبرر لها يمكن مش أصدها يمكن مثلا يعني في حاجة خليتها تقول كده يمكن مش أصدني أنا أمان بتخطى أصدار آه طيب بحق عندك أي سؤال تاني مش معنا طيب نورتين يا مدام راشة ساذة راشة عندها سلام نفسي أيها وهو ده اللي أمر بشر الأصل إن أنا بتعامل مع الناس بحسن الظن حتى يظهر خلاف هذا أتعامل مع كل الناس أنا الناس كويسة وطيبة ولاد حلال ومحترمين وبيحبوني وهو ده الوش الأولاني والأخير هو ده الوش الظاهر والباطن هذا هو الأصل أن أتعامل مع الناس بحسن الظن السلام النفس بقى اللي فيه الأستاذة راشة لحد ما يظهر خلاف كده لو ظهر بقى وتأكد أن هذا الشخص بوشين يتلون علي أبي أبني بوش ومن وراي بيطعني يبقى هنا محتاج أتوقف أوجهه ولا بعد الأفضل إن أنا أتكلم معاه ما بداخلك أخرجه للناس أقعد تكلم معاه ما فيش أحسن من المصارحة اتكلم معاه وأقول له والله أنا وصلني إنك أخطأت فيها أو قلت كذا تقصد إيه وحل الموضوع قد يكون الكلام اللي وصلني أو المعلومة اللي وصلتني أو ظن فيه وصلني إن أشك فيه لكن هو في الأصل بريء قد يكون قد يكون اللي وصلني الكلام خاطئ ومخطئ وحط على الكلمة عاشرة فأنا لو قابلت شخص في حياتي أنا بعمله على طول الخط بحسن ظن وفجأة وصلتني معلومة إنه بيكرهني إنه بيعملني بوشين أعود معاه أتكلم معاه لو هو بالفعل اعتذر وأظهر للحقيقة وحقيقة الموقف خلاص إحنا أخوات وصحاب والأهور مش في طبيعات ده أولي القوي بالضبط لكن تبين لي أنه شخص سيء وبوشين لا أبعد عنه وأبيني وبينك السلام السلام عليكم عليكم السلام طيب ناخد مدام سلوة أهلاً وسهلاً اتفضلي كيف تهز عملي الحمد لله والله المبسوطة اللي أنا كلمت نوارتي الدنيا الله يبريك لك الله يخليك تفضلي أنا نفسه أعجب السؤال كده أنا بصلي وما بقدرش يعني أنا مش في حياة خالص ولا بيبدأ رجلية بتوجعني ولا أي حي بس ما بقدرش أجول ما بتقدريش إيه ما بقدرش أجول يعني أبو وضع ما بتقدريش تقومي أو طب وإنتي أنا بصلي وني جعد ده عشان أنت في حاجة تعباكي لا يعني ما بقولك مش في حاجة خالص أما ليه ما بتقدرش أمي وتعوض والله ما أنا عارفة يعني بحصلي وني جعد أجول كده مش عارفة طب أنت وزنك مليان لأ يعني يلا ما صلى عنابي خمسين كيل يعني مش في حاجة طيب يعني أنت ما عندكيش حاجة تخليكي ما تقدرش سجودي أو تصلي وانت واقفة والله أنا مش عارفة يعني أنت بتستسهلي يعني لا مش على كده والله العظيم بحاول أجول مباعي بحصلي لأني مش جدرة طيب أنت بتسألي على سؤال ثاني معالي إحنا يعني بنبقى نطلع يعني كل سنة حاجة بس جوزي بيوديها لأخواتهم بقعد أقول إخواتك يعني يعني ناس مش بيطلعوا إيه زكاية ولا صدقة لا زكاية يعني بنبيع النواش يعني النواش بيطلعوا الزكاية بتعيدكم هو بيديها لأخوه لأخواته البناء طب هم إخواته البنات محتاجين لا مرتاحين يعني آه حلوين يعني يعيشتهم حلوة يعني طيب حاض طب عينة ماذا مسأل هو أنا مش فهمة إيه اللي مخليها مش قادرة تصلي وهي وقف هي بتقول بيتيجي تقول ما بتقدرش ووضح أن ده في الصلاة قد يكون ده شغل شطان يعني شوية الشطان يعني إيه يثقل عليها الصلاة ويثقل عليها أركان الصلاة قد يكون شغل شطان نتخلص منه إزاي تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم وتجاهد نفسها للقيام آه وقفت أبقى مش قادرة تركع مش قادرة تسجد تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم وتجاهد نفسها وتتم مرة مرة هتقدر بالظبط جاهدي نفسك يعني بالظبط تتم الصلاة على أكمل وقت لأن لو أنا قادرة صلي وانا واقف وما صليتش وانا واقف واستسهلت بدون سبب وصليت وانا قاعد أنا خدت نص الأجل قال صلى الله عليه وسلم صلاة القاعد نصف صلاة القائم فالقائم هياخد السبع وعشرين درجة بتاعته هياخد أجر الصلاة كامل مكمل أما الذي يصلي جالس بدون عذ لهو خد نص الأجل واحنا في أبال حسنة فأنا أرى أنها تجاهد نفسها واستستعيذ بالله من الشيطان الرجيم لأن ده شغل شطان والشيطان مش بيدخل يوسوس بس ممكن يدخل في أمور مثل هذه وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن فيه شيطان خاص بالصلاة اسمه خنزب أو خنزب الشيطان ده متخصص فقط أنه يبوزك في الصلاة تسرح تنشغل تنسى تتلغبط تتلغبط تكسل وهكذا فنستعذ بالله من الشيطان الرجيم ونجاهد أنفسنا أن نتم الصلاة على أكمل وك ولما سألوا بعض الصالحين قالوا له أنت إزاي بتصلي صلاة حلوة بالجمال ده قال لهم والله أصلا قبل ما صلي بحضر نفسي إحنا يعني غالبا لما بنبقى رايحين مشوار مهم بنحضر نفسنا بنقبلها بيوم بزبط فأولى أننا نحضر نفسنا للقاء ربنا سبحانه وتعالى أنا هف قدام الكريم فمحتاج أحضر نفسي مش جاري يهب فرشت السجادة الله أكبر طك السلام عليكم ذه أنا خلصت الدهر في إيه في دقيقة أوروك أخرت عليك مأخرتش عليك خطف خطفته دي فإحنا بنقابل ربنا سبحانه وتعالى نقفه أمام الله سبحانه وتعالى فبيسألوا يعني أنت إزاي ناجح في صلاتك قال أنا بعمل شوية حاجات قبل الصلاة قال وأنا واقف بتخيل أن الكعبة قدامي وبتخيل أن الجنة عن يميني والنار عن شمالي وبأتخيل أن دي آخر صلاة صلي صلاة مودع هقول السلام عليكم السلام عليكم ملك الموت هياخدها بقى ويوالله شكرا أنا كده بودع الدنيا شوف هتقابل بقى ربنا إزاي على أن يوضع بالزبط فأنا بقى أعمل الصلاة على أكمل وجه وقال كمان وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم واقف رائب صلاتي هل أنا ركعت صح سجدت صح قرأت صح قلت الدعاء صح بين السجدتين عملت حركات الصلاة صح بإتقان وضمير ده إحنا بنبقى وقفين في المطبخ بنعمل المقادير إيه ونوطي وأثبت الساعة لا حسن الكيك ده بقى دقيقة طب يا سبحان الله طب أولى بهذا أن أنا أركز في حركات الصلاة في أداء الصلاة بيننا وبين الله في النهاية يقول بعد ما خل الصلاة أقول ترى أقبلت أم لا بحاسب نفسه أسأل الله أن يقبلنا جميعا وأن يقبل عمينا الصلاة وأن يرزقنا أن نؤديها على أكمل وجه اللهم أمين ناخد مدام أحلام أهلاً وسهلاً تفضلي أهلاً بيتي ممكن أسأل سؤال تفضلي طبعاً حضرتك أنا وقتي في مشاكل بالنجوز والعائلة عائلت مين عائلتك ولا عائلته هو مشاكل عائلية بينك وبينه يعني؟ بينه وبين جوزي وأهلي أنا أختها يعني تغربونا يعني وحصل مشكلة بالليه سرق أو كده وعازت على موضوع البشعة دي حقيقي ولا نعم موضوع إيه؟ يعني مذكورة في القرآن موضوع إيه؟ موضوع البشعة دي مذكورة في القرآن حبيبتي البشعة طيب حاضر حاضر تبينة مدام أحلام يعني إيه؟ هو حضرتك البشعة الأسف في الزمن الغريب أهل الشر اللي إحنا بنتكلم عنهم وأهل الساو البشعة دي بقى حضرتك بيجيب آلة حادة ويحطها على النار ويسخانها جامد جدا 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 يعني ومثلا فيه اتهام لشخصين وإحنا عايزين نعرف مين المظلوم إنت ولا هو؟ إنت اللي سرقت ولا هو؟ مم فبيعرضوهم بقى للبشعة البشعة هي اللي تحكم فبيجيب البشعة دي ويحطها على لسانه ده الخرافات بتاعتهم يعني بس بيبقى فيه اتفاق مسبق بيبقى فيه اتفاق مسبق قال مش عارف لو هو تلسع من البشعة يبقى هو اللي سرق لو حطينا البشعة اللي كلها نار دي على لسانه ولم يتأثر يبقى كده ثبت برقاته ده يطلعوا هما الاتنين نزل سرقوا الله العظيم يعني احنا وصلنا لمرحلة قد يصل هذا الامر بالانسان الى الكفر والعياذ بالله انت بتعتقد في ايه انت بتفكر ازاي البشعة يا حضرات حرام كبير لا ينبغي علينا ان نقدم عليه وليتق الله سبحانه وتعالى كل من يضحك على الناس ويستخف عقول الناس بنشل هذه الامور وهذه الطراءات التي لا ترضي الله ولا ترضي رسوله صلى الله عليه وسلم المتهم بريء حتى تثبت ادانته يا عم هالدليل انه مداني بالضبط هالدليل انه مداني طول ما فيش دليل هو غير مداني هو قدامنا بريء انت اتهمته بشيء هو امام الله سبحانه وتعالى منه براء الا ان تأتي بدليل يثبت انه تلطق بهذا سرق فلوسك قال عنك ظلمك اذاك هالدليل عنك لقيت ايه اثبات بالضبط لكن ما عدا هذا لا ينبغي علينا اطلاقا ان نلجأ الى مثل هذه الامور التي ربما تصل بالانسان الى كفر بواح ويعتقد في امور يعني لا ترضي الله ولا ترضي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها افضل الصلاة والسلام طيب كان فيه سؤال بقى المدام سلوة دلوقتي هم بيطلعوا الزكاة جزها بياخد الزكاة بيديها الاخوات والبنات وهم مش محتاجين بالضبط مصارف الزكاة ربنا سبحانه وتعالى حددها انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليهم والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله هو ابن سبيل طيب اخواتهم مش محتاجين اذا لا يجوز له ان يعطيهم من مال الزكاة انت عايز تود اخواتك توجبهم تطلع لهم الموسم اللي بيقولوا عليه كل سنة ده من ملك الخاص من حر مالك وليس من حق الفقير والمسكين نصيب الزكاة كان 1200 نصيب الزكاة هذا حق فقط للمحاويج صحيح للفقراء والمساكين وليس لأهلك لذلك لما تحدث الله عن هذا المال قال وفي اموالهم حق ده حق للفقير حقهم معلوم للسائل والمحروم يعني ما فيهوش تهاون ما فيهوش مفاوضات اخواتي اهلي ابرهم من حر مالك طيب اخواتي البنات على افتراض انهم فقراء اديهم قالوا العلماء انك ما تديش الاصول ولا الفروع لانه دولا ملتزمين منك شرعا ابوك فقير ما تدهوش من مال الزكاة ده انت ملزم انك تأكلوا وتشربوا وتصرف عليه والدوي انت ملزم شرعا بهذا الابناء الفروع بقى الابناء وان نزلوا دولا مطالبين منك شرعا انك تصرف عليهم وتراهم وليس من مال الزكاة في حد من العيلة بعيد شوية خيل عم اه بزبط اه حد من العيلة بعيد شوية وفقير اه يجوز ان تعطيه من مال الزكاة ومن مال الصدقة وساعتها تحسب لك اجرين صلة صلة رحم وصدقة كده انت اخذ اجرين لكن في الاصول والفروع لا تعطيهم من مال الزكاة حد قريب بس بعيد شوية اه نعطيه وليه اجران تحسب صدقة وصلة اشهر الناس حضرتك قلت صفة من صفاتهم الشخص اللي بوشين وإيه تاني تخيالي بقى معايا حضرتك سيدنا الحبيب عليه الصلاة والسلام اللهم صل عليه لما يقول لنا ان من اشهر الناس الزوج اللي بيتكلم على مراته بر اعوذ بالله قال صلى الله عليه وسلم ان شر الناس الرجل يفضي الى زوجته والمرأة تفضي الى زوجها ثم يصبح فينشر سرها والعياذ بالله قد يكون هذا الحديث خاص في خصوص بعض الخصوص بالعلاقة الحميمية بما يحدث بين الرجل وزوجته لكن لا منع ان نأخذه على الاطلاق على العموم لان الحياة الزوجية دي سر طبعا ما ينفعش اطلع بره ارغي على مراتي او اطلع بره ارغي على زوجي مهما كانت صحبتك هذا لا يأذن ولا يسمح ولا يعطيك الحق انك تتكلمي على زوج وانك تطلعي اصرار بيتك بره كانت ماما الله يرحمها تقول الست وزوجها زي الابر وافعاله الابر حد يعرف جوه ايه ما حدش يعرف ايه اللي بيحصل جوه الابر كذلك عش الزوجية ما يطلع اللي بيحصل جوه الشقة ما يطلعش بره ما يطلعش لأي حد كائنا من كان الرجل يفضي الى امرأته والمرأة تفضي الى زوجها ثم يصبح فينشر سرها او تنشر سر زوجها يا جماعة يا حضرات اعظم حاجة يا أستاذ علامية تخرب البيوت اننا نطلع عصرار البيت بره في بينكم مشكلة جوه قط النوم وتتحل جوه قط فين العلم فين الرقي فين الحضارة فين المدنية فين الاخلاف فين الاصول هذا يحتم علينا ده بنت ناس وهو ابن ناس نعهد في دائرة مغلقة لا يطلع علينا الا احكم الحاكمين طب قعدنا مرة واثنين وثلاثة واربعة وخمسة وعشرة وفشلنا ساعتها في هدوء فبعثوا حكما من اهله وحكما من اهلها مش امسك التليفون طول الليل وطول النهار ده عمل ده سوى ده قلد ده صرف ده خرج ما ينفعش بعض الصالحين كان فيه مشاكل بينه وبين مراته فاهل الخير حابوا يدخلوا يصلحوا فقالوا له هو ايه المشكلة بتاعتها يعني هي تعباك في ايه قال ما كان لذي مرؤة ان يتحدث عن اهل بيتك اجمل القصص ايوا قال ما كان لذي مرؤة ان يتحدث عن اهل بيتك انت عايزني انا راجل مش هنبات اتكلم عن اهل بيتك اتكلم عن مراتي واقولك عملت وسوت وقالتلي وحصل ووصل واليوم الفلاني ويوم الخطوبة ويوم الجواز وبعدين الشيطان بيدخل هنا بقى ويقعد بقى يذكرك باول يوم عرفتها فيه اه طبعا قولك ده كان يوم ما يعلم به غير ربينا ده يوم الخطوبة يا عم احنا بقى اننا عشرين سنة جواز اتكلم فتح دلوقتي يوم الخطوبة حصل مش عارف ايه ويوم كتب الكتاب حصل ووصل لذلك سألوا هذا الرجل ايه المشكلة اللي بينك وبين مراتك قال ما كان لذي مرؤة ان يتحدث عن اهل بيتك يستحيل اقولك مراتي فيها ايه طلق شوية 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 الامور المعيشة استحالت الله يفتع لحضرتك طلقها الناس عندها الفضول بقى لنا بقى ما خلاص بقى هي راحت بالظبط فرحولوا بقى قالولوا طب بص بقى انت كده طلقتها الستة دي فيها ايه الستة دي تعباك في ايه كانت ارفاك في عيشتك ايه الموضوع شوفوا الاخلاق بقى الله فقال لهم يعني ما تكلمتش عنها وهي زوجتي اتحدث عنها بعد ان بعد ان صارت زوجة اللي غيري ده متخصنيش كانت مراتي دلوقتي بقت في عسمة رجل تاني دلوقتي خرجت من بيتي راحت بيت ابوها راحت بيت زوجها ما كان لي ان اتحدث عن احد ما يخصنيش هذي ليست زوجتي خلاص هي انا طلقتها لذلك يقولون المروءة الا تتحدث عن اهل بيتك والمروءة عند الزوجة كذلك الا تتحدث عن زوجها في مشكلة تخلص فيما بيننا الحياة الزوجية ميثاق غليظ طبعا والله سبحانه وتعالى قال واخذنا منكم ميثاق غليظا رجاء الزوج يتق الله في زوجته والزوجة تتق الله في زوجها احنا بندور دلوقتي على ابن الأصول ابن الأصول اللي يصون مراته ابن الأصول اللي يحافظ على مراته ابن الأصول اللي ما يعوزهاش حاجة ابن الأصول اللي يستحملها وهي غضبانة ابن الأصول اللي ما يبيعهاش لأهله ابن الأصول اللي ما يشردهاش هنا وهنا ابن الأصول اللي ما يشوفهاش تعبانة وما يسألش عليها ما يهنهاش ابن الأصول ما يهنهاش كذلك بنت الأصول بنت الأصول اللي تقف في ظهر زوجها بنيت راجل بنت الأصول اللي تستحمل زوجها على الحلوة وعلى الوحشة بنت الأصول لو زوجها الشهر ده معهوش تعد الدنيا وتمشي الأمور بنت الأصول اللي تقف جنب زوجها وتدعمه وتديله دافع للأمام وخطوة للأمام بنت الأصول اللي تحافظ على بيتها وعلى أولادها كلمة ولاد الأصول قد إيه فيها معاني كتير جدا بالضبط بنت الأصول تحافظ على بيتها وأولادها بنت الأصول زوجها في الشغل تعبان وبيشأى وبيعرق هي تحافظ على بيتها تحافظ على أولادها تود الدروس وتذاكر وتكتهد لأن الحياة تنجح لما يبقى فيه ابن الأصول ويبقى فيه بنته الأصول ربنا يا رب يقلف بين كل الأزواج ويصرف الشيطان عن بيوتنا اللهم آمين آمين يا رب آمين يا رب أنا كان نفسي عرف إيه الصفات التانية بس إحنا مع الأسف خلاص وقتنا ومحتاجين حضرتك زي ما عاويتنا ندعي ونختم فكرتنا وحضرتك بالدعاء ربنا يتقبل يا رب مننا كلنا إني داع فأمن اللهم ألف بين قلوبنا وانزع الشيطان من بيننا اللهم ألف بين قلوبنا وانزع الشيطان من بيننا يا رب العالمين واحفظنا من الحاقدين والحاسدين والكائدين والماكرين وجعلنا في أمانك وضمانك إلى يوم الدين اللهم أنزل هداياتك وبركاتك ورحماتك وسكناتك على بيوتنا اللهم أنزل هداياتك وبركاتك ورحماتك وسكناتك على بيوتنا يا رب العالمين وفقنا لما تحب وترضى وخذ بناصيتنا للبر والتقوى وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم اللهم ألف بين قلوبنا وانزع الشيطان من بيننا وانزع الشيطان من بيننا وأصلح ذات بيننا يا رب العالمين اللهم برحمتك الواسعة عمنا وقنا شر ما أهمنا وغمنا وعلى الإيمان الكامل والكتاب والسنة جمعا توفنا وأن تراضن عنا وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ربنا يتقبل يا ربي فضل الشيخ نورتني وشوف حضرتك على خير إن شاء الله كلنا بندور على راحة البال والتمقنينة والحاجتين دول الوصول ليهم أمر مش صعب القصة كلها في إرضاء ربنا سبحانه وتعالى من خلال عبادات وخروج الصداقات والمشاركة في المبادرات الإنسانية اللي فعلا بترفع المعاناة عن أهلين البسطاء في كل مكان كلام مهم عن قيمة العمل الصالح ومنزلة المنفقين هنقوله النهاردة إن شاء الله مع فضل الشيخ مصطفى فتح الله المتحدث الرسمي باسم جماعية البر والتقوى المصرية فضل الشيخ سلام عليكم وعليكم سلام عليكم وعحمة الله وبركاته وأكرمكم الله أمين يا رب دايما نقول راحة البال والسكينة ما بتجيش أبدا غرب القرب من ربنا سبحانه وتعالى التعب وقلت الراحة زي ما بنقول تيجي طول ما احنا بعيد عن سكة ربنا سبحانه وتعالى وحضرتك أعلم وأقدر بقدقي القرب من ربنا سبحانه وتعالى ما هو السعادة الحقيقية في الدنيا والآخر طبعا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما أتحدث عن أمر هام أن الله خلق الإنسان وله كتالوج كتالوج في الصحة والعافية والبدن والمشي والحركة والتعامل مع الآخرين جعل له الصلاة حتى يركع ويسجد فيتدرب جسده وجعل في السجود راحة للعقل وفعل الخير الذي يقوم به لذلك الإنسان إذا عمل أي معصية فهي بتعمل مع حكتين بتبوز الكيان الداخلي لأن الطعام اللي بيكله ممكن يبقى طعام حرام فبيغير كيمياء الجسم لأن الإنسان مخلوق هو صنيعة رب العالمين فصنيعة رب العالمين معمولة بالطهارة ومعمولة بالسكينة ومعمولة بالخير كله ولكن إذا أنا دخلت عليه مالحرام أو عملت له أي شيء يحصل لخبطة في الكيميادية بالنسبة لهذا المخلوق لذلك يا عبدي كن غبانيا تقول للشيء كن فيكون فأنا لو عملت بعض المعاصي أو في بعض الأمور كذا يعني ممكن كنت عبدني جسمانيا أو نفسيا علي بسرعة نتصدق وأعظم الصدقات التي تخرج من الإنسان هي الطعام وهيا بنا نذهب إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم نرى سيدنا أبا بكر الصديق خرج من بيته وذهب لسيدنا عمر يدق الباب عندك طعام يا عمر قال لا فقالا هما الاتنين بأه نخرج فنجد أي طعام أو أحدا يطعمنا وإذا بهما وهم في الطريق يقابلان رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول له يعني شوف حضرتك يقول سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر ما الذي أخرجك يا رسول الله أنت خرج إزاي قال أخرجني الذي أخرجكم وأخرجكما يعني خرجني من بيت الجوع زي ما خرجت منته عشان تلاو أكل فخرجت ثلاثة هما الثلاثة سيد الخلق وسيدنا أبو بكر وسيد عمر علشان الطعام ليه لأن الطعام هي سكينة الجسد والروح مع بعضهم زي دايما ما بنقول أن الطعام يا جماعة بيعين سيدنا الحسن البصري بيقول له لو أنت معاك إيش مال حلال هتعمل بإيه قال هذا مال حلال أشتري به طعام لأتقوى به على عبادة الله ما هم الحكتين اللي ما نقدرش أبدا نعيش من غيرهم الميا الشرب يعني والأكل الحكتين المهمين جدا اللي بيخلونا نكمل في الحياة وهو ده اللي إحنا بيكون شعار دايما ملف الجماعية البر والتقوى في الإطعام إنهم يغطوا دوت بالنسبة للناس وليه أجري وصواب كبير جدا عند ربنا سبحانه وتعالى هو مطبخ الخير الحقيقة شيء يفرحين تقريبا كل اللي موجودين في الستوديو جاءوا لما شافوا شكل الأكل الفضل لأي طبعا وده من كرم ربنا سبحانه وتعالى لأنه الفكرة مش إنك بتطلع وخلاص نعم أو بتطلع بواقي موجودة عندك يعني الشيء الجميل اللي إحنا نتعود عليه يوميا ويبقى في مزان حسناتنا ويقينا شر حاجات كتير جدا إنك تطلع واجبة واحدة من اللي أنت حتى بتاكل منه نعم أنا عايزة أقول الطعام يا جماعة من الحاجات المهمة جدا وهنحكي حكاية وكلكم معايا إن شاء الله رب العالمين أولا الطعام لما الناس بتاكله الناس غضبها بيروح يعني ممكن واحد طول ما هو جعان غضان مش هافي يعمل أي حاجة يقلب الحاجات هنا ويمين ومش شايف ولكن أنا لما بجوع ما بعرفش أعمل حاجة لما بجوع ما بعرفش أعمل حاجة ممكن أكسر أي شيء تمام النهار ده لما واحد يتصل ببيت خليت العصر ولا الضر ولا لسه يقول لها طب خلنا إيه النهار ده إذن يبقى هو بيشغل دماغ روحه مع قلبه مع جسمه في الوضع ده وزي ما بيقوله يعني أقرب طريق لقلب الراجل ما ديته زي ما بيقوله إذن يبقى الطعام هنا مهم جدا نحكي بقى الحكاية ونقول أن الطعام يمكن للإنسان يستقر الفهم عنده ويستقيم بعد كده بل إنه هو ممكن يكون أفضل وأفضل في حياته اللي جاية حينما كان سيدنا إبراهيم خليل الرحمن مكرم الضيفان كان يخرج ساعة وقت الطعام يخرج يمشي في الطرقات لمدة ميلين ميلين من الطريق يدوج على ضيف فلاقوا يوجد عنده حوالي خمسة وسبعين سنة فرح بقوي هدية ربي لي فخدوا أعادوا عنده في البيت وجاب له الأكل الكتير لأنه كان من أكرم الأنبياء في الطعام والشراب فبيقول له الله أنت بتاكن ما بتقولش بسم الله قال من الله أنا لست بمؤمن ولا مسلم فقال قم من هنا امشي أنت زي أنت بتاكن اللؤمة بتاعت ربنا وانت بتقولش بسم الله ومش مؤمن بالله فخرج الرجل وهو حزين وإذا بربي سبحانه وتعالى يرسل سيدنا جبريل يعاتب خليل الرحمن سيدنا إبراهيم ويقول له يا إبراهيم منذ سبعين سنة وأنا أرزق هذا العبد طعاما وشرابا وهو ليس بمؤمن لي ويجلس معك مرة تطعمه وجبة واحدة فتطرده يا إبراهيم فخرج سيدنا إبراهيم مسرعا ونادى على الرجل وقال له عد أستحلفك بالله لقد عاتبني ربي فيك وبينما يعود هذا الرجل قال أرب يعاتب نبيا في إطعام وأنا منذ سبعين سنة لم أركع ولم أسجد ولم أصلي لله بل أنني كنت على كفر أشهد أن لا إله إلا الله وأنك يا إبراهيم خليل الله إذن أوجبت الطعام عملت في إيه فهمته غيرته غيرته فكره غيرته عقدته غيرته مكانه وودته في مكان طعام لذلك صحيح لذلك أنا بقول أن هؤلاء المحتاجين للطعام والشراب هو ده اللي بتعمله جماعة البر والتقوى كارتونة بتخش العيلة فيها سمك فيها لحوم فيها دجاج فيها طعام وفيها فكهة وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون كل ده داخل فين في البيت لهؤلاء أسيادنا الفقراء المحتاجين ربنا يا ربي يتقبل منكم كل ما تطعمون هؤلاء يا رب العالمين فتطعمون من يد رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم الصلاة والسلام أمين يا رب يعني إحنا كنا لسه بنقول حاجتين مهمين جدا ما نقدرش نعيش من غيرهم المية والأكل والأكل وتكلمنا عنه عن أجر وصوابها والمية أجرها وصوابها كمان أكبر نعم حينما أتكلم عن ملف الصحة أتكلم عنه في أكثر من اتجاه أقول المية الصحيحة أو المية الصحية حتى في السعودية لما نروح ناكله مية صحة يعني مية معدنية أو مية صالحة للشعوب فأنا بقول هنا محطة التحلية ده ملف ملفات الصحة من فضل الله اللي هي بتقوم بجماعة البر والتقوى هنا الملمح إنه بيقول إن دكتور يوسري إن إحنا دي رخم 12 هي رخم 12 في القرية دي ولكن إحنا جماعة البر والتقوى عاملة 76 محطة تحلية من فضل الله وانتقل من ملف الصحة في الماء اللي هو ابن شربه إلى ملف آخر ناحية الصحة ولكن ده ما بكلمش فيه في جيل الكبير أو الناس الأبهات والأمهات والناس المرضى وكده ولكن بقول للي لسه بنستقبلهم و جيين لنا بالظبط كده واللي جيين لنا من فضل ربنا سبحانه وتعالى منين؟ من عند ربنا هدايا الله تبارك وتعالى اللي مكانش لسه على الأرض سبحانه وتعالى لازم نحافظ عليها وده برضو اللي بتعمله البر والتقوى في إنشاء الحضانات الكتير واللي احنا بنقول يا جماعة أكتروا من الحضانات علشان نستقبل هذا الوفد اللي جاي من عنده ربنا سبحانه وتعالى ويكون صحيح البدن صحيح العقل بإذن الله لأن هم دول اللي هيقودوا الأمة بعد ذلك إن شاء الله إن شاء الله ربنا يتقبل يا رب نورتين يفضلتشين الله يقول لكم الدنيا يا رب جميعا بشكر حضراتكم مشاهدين ولو عيشتوا كان لي عمرو رأشوف حضراتكم يوم الجمعة على خير إن شاء الله سلام عليكم اللهم صلي على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صلي على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد صحبه وسلم اللهم صلي على سيدنا محمد resolve على سيدنا محمد شكرا